مرحبا بكم أصدقاء الأعزائي في فيديو جديد من قناة كل يوم معلومة فيديو اليوم عن الأطعمة التي هي ممنوعة على الكلاب لانها تؤدي إلى مرض أو قد تسبب موت كلبك وإليكم قائمة بعشرة منها 1- الشوكولاتة الشوكولاتة تحتوى على مادة الكافيين والثيبروم اللتابها الكثير من السعرات الحرارية إذا أكلها الكلب يمكن أن تسبب له أعراض القئ أو الجفاف أو آلام البطن انفعالات شديدة عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم وقد تصل إلى الموت 2- اللبن يحتوي الحليب على سكر حليب والكلاب لا تمتلك الإنزيمات اللازمة لهضمها 3- واستخدام الحليب للكلب قد يؤدى إلى التقيئ والإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي ويمكن أن يعرض الكلب لبكتيريا خطيرة 3- الجبن الجبن مثل اللبن يحتوى على سكر والكلب لا يمتلك الإنزيمات اللازمة للتعامل معها ويمكن أن تتسبب في أعراض الإسهال والتقيئ 4- البصل البصل لا يبكي الكلب فقط مثل الإنسان ولكنه يحتوي على عناصر يمكن أن تكون ضارة للكلاب إذا تناولها الكلب تكرارا كما أنه يتلف خلايا الدم الحمراء مما يجعلهم ضعفاء ويقلل حركتهم وتصل الحاجة إلى ضرورة نقل الدم 5- المكسرات من أكثر المأكلات السامة للكلب تجعله غير قادر على المشيط حديدا أرجله الخلفية وتؤدي إلى اكتئاب وانخفاض حرارة الجسم 6- الثوم يعتبر الثوم من نفس عائلة البصل ولكن أكثر خطرا منه به مواد شديدة السمية للكلاب يؤثر على خلايا الدم الحمراء ويجعل البول برتقالي 7- العنب العنب والزبيب يمكن أن يسبب للكلب فشل كلوي سريع بالإضافة إلى أعراض القئ والإسهال ونقص الشهية وقد تحدث الوفاة بسبب الفشل الكلوي في غضون ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام 8- الأفوكادو يحتوى على مادة سامة تسمى برسين يمكن أن يسبب اضطراب فبطون الكلاب صعوبات فالتنفس وتراكم السوائل فالصدري 9- التفاح يؤدي التفاح بالنسبة للكلب في دوخة وضيقة تنفس ويصل إلى حد الغيبوبة 10- العجين الخميرة تناوله بكثرة يتسبب فات مزوق الأمعاء بالإضافة إلى ألم في البطن وخمول ولهنا انتهى مقطعنا لهذا اليوم شكرا لكم على المتابعة نراكم في فيديو جديد إلى اللقاء